فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة الطور إِنَّا كُنَّا نَدْعُوهُ مِنْ قَبْلُهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمَ صدق الله العظيم البر من أسماء الله الحسنى ورد مرة واحدة في القرآن الكريم ماذا تعني الكلمة بشكل عام من الناحية اللغوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه نعم ورد هذا الاسم في القرآن الكريم كما تفضلت في سورة الطور في قوله تعالى إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ هذا الاسم أيضاً ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأجمع عليه المسلمون فيما يتعلق بمعناه معناه فالعلماء رجعوا بمعناه إلى سلاسة معاني معنى الأول البر هو المحسن أو البر هو الإحسان ويجب أن نتفت إلى الفرق بين بر وبر وبر فيعني البر هذا هو الفعل يعني هو الإحسان هو فعل الإحسان يعني البر الوالدين هو الإحسان إلى الوالدين لكن الولد مثلاً يقال بر بوالدين أو بار بوالدين يعني محسن إليهما دائماً في الفعل وفي القول المعنى الثاني قالوا البر هو العطوف العطوف على عبادة ولكن يعني هنا العطف يشمل الجميع يعني عطوف بشكل عام معنى أنه يشمل الكفار ويشمل المؤمنين ويشمل جميع العباد فهذا معناً من معنى البر من أسمائه سبحانه وتعالى المعنى الثالث اللي هو إكرام وإعزاز أوليائه وأوليائه هنا مش بمعنى الأولياء أولياء بمعنى المؤمنين بمعنى المؤمنين هنا الإسم ده يفرق بين أن يكون براً يعني لا يقول أن الله براً بغير المؤمنين لأن الإسم هنا المراد أنه الإعزاز والإكرام الإعزاز والإكرام للأولياء فعطوف اللي قبله عام في جميع الخلق وكذلك المحسن عام في جميع الخلق لكن المعنى الثالث اللي هو الإعزاز والإكرام والله سبحانه وتعالى لا يعز الكافرين ولا يكرمهم ينعم عليهم نعم إنما يعني لا تصل درجة الإنعام إلى مستوى الإعزاز ومستوى الإكرام ترجمة نانسي قنقر